الحمد لله والشكر لله السيناريو اللي كلنا كنا في انتظاره تحققه واصبح مصير النادي الاهلي في ايديه مش في ايد اي حد تاني الحقيقة كلنا يوم الجمعة الحمد لله ربنا كرمنا بمباراة انا عارف ان احنا بنلاعب فريق ضعيف اقل من انا فنيا بكتير انا عارف ان احنا كنا بنلعب باجواء مشابهة لان انا دايما وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام انا لا اعطي اي انطباع ابدا او اي ضرورة للعابين ان هم يقولوا ان احنا كنا بنلعب الساعة 3 الظهر انا عارف ان الموضوع سعب بيبقى صعب شوية ولكن احنا بقالنا طول عمرنا من 1907 وحتى الان بنلعب في هذه الاجواء فبالتالي الموضوع بالنسبة لنا اصبح شيء متعودين عليه او وقدين عليه ده اولا انا عارف ان الفريق اللي احنا بنلعبه القطن الكاميروني اقل مننا فنيا بكتير جدا انا عارف ان امور كثيرة جدا تخلينا نكسب هذه المباراة ولكن الحقيقة انا بقثني على اداء اللاعبين في هذه المباراة كل اللاعبين الحقيقة كل اللاعبين من اول محمد الشناوي وكل اللاعبين اللي لعبوا وكل اللاعبين اللي نزلوا كانوا قاعدين برا ونزلوا انا بحي كل اللاعبين لان هم قدوا مباراة رائعة بعيدا عن المستوى ولكن انت الشوت الاولاني انا اول مرة من زمان ابقى قاعد وبتفرج على النادي الاهلي ومبسوط الفترة اللي فاتت كنت بابقى نص مبسوط الفترة دي اول مباراة دي تحديدا انا مبسوط كلنا انتظرنا بعد نهاية المباراة وربنا كرمنا والكل كان منتظر تاني يوم وده اللي احنا كنا دايما بنقوله لحضراتكم بخلال الاسبوع الماضي بعد الهزيمة من سانداونز رجعت لحضراتكم في هذا المكان وقلتلكوا جماعة خلينا ننتظر ايه اللي حيحصل خلال الفترات القادمة لان المركب في نصف البحر وما زالت وستظل لنهاية هذا الموسم خلاص فكلنا كنا متفقين بهذا الشكل فالحقيقة استنينا يوم السبت ربنا كرمنا بنتيجة كيدة بالنسبة للنادي الاهلي اي نتيجة اخرى راكلة الجزاء اللي جات في الدقائق الاخيرة من عمر مباراة السانداونز والهلال لو كانت دخلت كان الاهلي برا ولكن تشاء الظروف ان تضيع راكلة الجزاء دي ويدخل النادي الاهلي وتصبح الامور في ايدك طيب خلاص عدنا الجمعة وعدنا السبت عندنا المباراة هتبقى في خلال اسبوعين يوم 3031 او 31 او 1 ابريد لسه لم يتم تحديد المعاد هتتكلم عن هذه المباراة من دلوقتي اه هتكلم عن هذه المباراة من دلوقتي لان انا شايف نبرة ان احنا هنكسب 3 و 4 خلي بال حضراتكم مباراة في منتهى الصعوبة واحدة من اصعب المباريات اللي حيلعبها تي من نادي الاهلي لازم تبقى اللعبة اللي حتلعب واللعبة اللي قاعدة احتياطي في قمة تركزها في هذه المباراة بتلاعب نادي كبير نادي الهلال بعيدا عن اي خلافات واي امور اخرى نادي الهلال فريق كبير جدا وواحد من اهم واكبر الفرق في افريقيا لما تيجي تلعبه الامور بينك وبينه دايما بتبقى 50-50 خلي بقى لحضراتكم محدش يقول لي احنا كسبنا محدش يقول لي احنا صعدنا محدش يقول لي احنا خدنا البطولة عشان ربنا كرمنا في يوم الجمعة والسابت لا يا جماعة الكلام ده مش جمهور الاهلي اللي يقول هذا الكلام والجمهور ما قالش كده ولكن انا بجد ان بعض الناس تقول لي الف مبروك يا كابتر انت عارف احنا هناخد هذه البطولة ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفضل في ظهر فرقنا بجمهور النادي الاهلي عشان ناخد هذه البطولة ربنا يكرمنا دي حاجة تانية ولكن انا عندي مباراة كمان اسبوعين واحدة من اهم المباراة في تاريخ هؤلاء اللاعبين واحدة من اصعب المباراة اللي حيلعبها اللاعبة دي ولو تفتكروا الاسبوع اللي فات وانا بتكلم مع حضراتكم اتكلمت في الامر وقلت يا رب يا رب يحصل هذا السيناريو زي زي اي اهلاوي بالمناسبة يعني انا ما باخترعش حاجة لكن اي حد اهلاوي وبيحب النادي ده من قلبه قال الكلام اللي انا قلته مش اللي انا قلته اللي انا خدته من جمهور النادي الاهلي اللي بيقوله اي حد اهلاوي كنا نفسنا السيناريو طب السيناريو حصل عايزين نقف ضهر فريقنا اكتر الاسبوعين اللي جايين وحنفضل طول عمرنا بمهما احكادت النتيجة بالمناسبة لانه انت بتلعب كرة قدم بتلعب كرة قدم مكسب تعادل هزيمة